اهلا الابنات كيرا كودايري لبسا عليكم جيدين اليوم ان شاء الله نشارككم الكريب جميلة بالشوكولات يأتي رائعا جدا خفاف يأتي في القوتة يأتي الأطفال لكي أعجبهم الكريب نتمنى ان اعجابكم وتربوهم بالطريقة جيدة حيث يأتي جيدة بالنسبة لهذه الكريب سنحتاج ثلاثة البيضات سنحتاج كأس نصف حليب 120 مليلتر سنحتاج ثلاثة سنحتاج السكر كذلك سنحتاج الكسان فرينة 200 جرام سنحتاج ملقة كبيرة زبدة مدوبة وزود السشيات الفانيليا أو ملقة صغيرة الفانيليا اول شيء نأخذ البيض نخلطه مع الفاني لكي لا تستطيع الزفورة سنضره مع ملقة وزودة المدابة وكأس منصف الحليب على مرة فنهجز لدقيق اضافته السكر ورشية الملح سنضطهم وكأس المزيدة سنضره حتى الاخير في هذه الشكل سنخلطهم نأخذ البيض و نأخذ درابة لا يوجد في اليد و نضرب و نضرب جيد هذا البيض مع الحليب يعني كل شيء نجعلهم يجانسون جيدا نضرب مليح و نأخذ هذه الخالة نتعقق السكر و نضرب تدريجيا شوية بشوية و نضرب دائما مليح و نضرب الكأس و نضرب و نضرب كأس تدريجيا لن يبدو أن تكون كتولة و نضربه و نضربه كما قلتكم 200 غ و نكتب لكم المقادر كما قلتكم في صندوق الوسف و نضربه جيدا و نضربه لأقل 15 حتى نصف ساعة و نأخذ مقلات مقلات التي تطيب فيها البغرير نضربه بفرشة بالزبدة أو الزيت و نضربه كأحضاء و نضربه كأحضاء المقلات و نضربه على النار و نضربه على النار لا يستطيع تساعدوه يمكنك أن ترى حمار و يمكنك ان تقلبه و يمكنك ان نضربه جيدا من الجهاتين نضربه جيدا يمكن أن تكون الأحضاء مواجدين وطائبين انا هنا سنعمرهم بالشوكولة تقدروا تعمرهم بأي حاجة كونفوتور او فروماج او لا انا هنا اخترت الشوكولة سنعمرهم بالشوكولة كنتين وكلوهم على شكل سيجا ونقسمهم على اثنان هذا الحقش انا قدرت لك خبش ديولي في الميقلة الكبيرة اذا كنت تودتهم في الميقلة الصغيرة لا تحتاجوا انكم تقسمهم سوف تلويهم هنا خطوط شوكولة نتمنى ان اعجاب ديالكم كل مجتو ساهلين ديروهم الولداتكم وإذا عجبوكم اصبغلوا الشعالية بلايكاتكم تحليقاتكم الجميلة والضغط على سبسكرايب والجرس الصغير اخليتكم على خير باي باي